اشتركوا في القناة رحمن الخليفة أن الإعلان عن إطلاق الإقامة الذهبية يدعم أيضا مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم ورفع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أسمى آيات الشكر والاعتزاز إلى جلالة الملك المفدة وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة والتي لها بالغ الأثر في تحقيق نقلة نوعية في الأداء ومواصلة التميز في تقديم خدمات عصرية متكاملة سواء للمواطن أو للمقيم والزائر جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نادي الضباط بوزارة الداخلية لتسليط الضوء على تفاصيل الإقامة الذهبية في مملكة البحرين حيث أشار الشيخ هشام بن عبد الرحمن إلى أن خطط التطوير في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والتي تتم بمتابعة ودعم من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بما يعزز من البيئة الاستثمارية في مجالات عديدة ويدعم الاقتصاد الوطني وفقا لتطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى جانب تعزيز آليات التحول الرقمي في خدمات الإقامة وتقليل الإجراءات الروتينية المعتادة طبعا مملكة البحرين اليوم أطلقنا الإقامة الذهبية وهي إضافة جديدة للإقامات في مملكة البحرين وهي تعني بمنح فئة مستهدفة هي لأصحاب المعاشات اللي فوق الألفين دينار واللي قضى في البحرين خمس سنوات الحق في الحصول على الإقامة الذهبية وهي تخلق نوع من الاستقرار النفسي للمقيم بأنه يبني حياته ويتقاعد في مملكة البحرين من خلال شراء العقار ومن خلال أنه يستطيع يكفل عائلته ويعمل في البحرين ولا مميزات استقدام العمالة وإلى آخرها فكل هذا يصب في استقطاب هذه الفئة أنها تبقى وتتقاعد في البحرين وأيضا هناك الفورية وهي التي تستقطب أصحاب العقار اللي فوق 200 ألف دينار أو المتقاعدين في خارج البحرين وعندهم مدخول فوق الأربعة تلاف دينار ويبي يكون له إقامة في مملكة البحرين والموهوبين فهذه تستقطب هذه الفئة وكلها تصب في خدمة اقتصاد مملكة البحرين وخلق خيارات والمنافسة في أجواء مثل ما نحن نشوفها الكل يتنافس على الاستثمار وعلى تطوير بلاده ونحن إن شاء الله هذه الإقامة نشوف لها صد كبير محليا وأقليميا وعالميا